اشتركوا في القناة 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 الأغنية حلوة يا فؤاد متسجلتها لا أو كمان دي لسه بروفا يا مراش يعني لسه الأغنية معتاجة شوية شغل وتكات وهنات حاجة هتأجيبك يعني خبتيني بالك أنت الأغنية بقى دي لسه هنسجلها في هوليود بصراحة الزونة اللي بيغني ده عنده صوت رهيب جدا خامته الصوتية جميلة وبيغني الأغاني الرياضية وكانه فيه كرة في حجرته من هو المطرب اللي يغني فؤاد شعقولة بقى أنت مش عارفاه ده مطرب عالمي يا مراهش فنان خطير ده فز بجيزة الأوسكار سبع مرات متتالية أحسن بروفيل شمال وعلى فكرة هو مش بيغني إلا في الأوبرا بس علشان خاطري أنا وافق أنه يغني الأغنية دي نزان يعني يعني هاي كان بتكلف هالغنية يعني مش كتير قوي ربعمائة ألف بس مسرور اكتب شاك حاج فؤاد بربعمائة ألف ويهي بخلى وقعه حاضر يا عمدي وهالغنية متبتج هات هم أسبوعين بس وكون الأغنية جاهزة ست كل عندي لك خبر زين يا بوسعيد خير يا الراهي أغنيتك سمعها واحد من فريق العقرب وأجبته الأغنية قال غيروا الأغنية وسووها على فريق العقرب وهم بيشترون منك الأغنية هاي يا بوسعيد تقدر تغير الكلمات ايه هذه الأخبار العدلة؟ لا يا الراهي هذه الأغنية أنا سويتها حق فريقي ما بغيرها يا بوسعيد هذه فرصة استغلها ترى عقب بحجزهم بيتك المرهون قلت لكم لا انت كافك تفضل أبو كبات شنو هذا يا فؤاد ده شيك بمتين وخمسين ألف ايمت الأغنية بتاعتك أنا هشتريها منك قلت ايه؟ هذا هو الحيش يا فؤاد ماشا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر